اشتركوا في القناة وجاء الهاتف مع رام بحجم 3 جيجا بايت وبذاكرة داخلية بسعة 16 جيجا بايت ويستوي بوكروتا الذاكرة حتى مساحة 156 جيجا بايت وجاء الهاتف ثنائي الشريحة ومع مستشعر بصمة الأصابع الذي يمكن مستخدم من التقاط الصور وقفل الهاتف والقيام بالعديد من المهام وجاء الهاتف مع معالج سميات من نوع مالي T830 MP2 أما بالنسبة لكاميرا فقد جاء الهاتف مع كاميرا خلفية بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.0 وبدقة تصوير فيديو Full HD بسرعة 30 إطار في الثانية ومع خاصية التركيز الأوتوماتيكي ومع مثبت بصري ومع فلاش ليد أما الكاميرا الأمامية فقد جاءت بدقة 8 ميجا بيكسل مع خاصية التركيز الأوتوماتيكي وبالنسبة لبطارية فقد جاءت بالسعة 3000 ميلي أمبير ومع نظام تشغيل من نوع أندرويد نوغا 7.0 وبالحديث عن التصميم فقد جاء الهاتف بطول 147.20 ميلي متر وبعرض 72.94 ميلي متر وبسماكة 7.60 ميلي متر وجاء بوزن 147 جرام وجاء الهاتف مع شاشة بحجم 5.2 بوصة وبدقة Full HD وبكثافة 424 نقطة في البوصة متوفر الآن لدامركز سوا الموزع المعتمد لجميع منتجات شركة هواوي